الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه معنا أيها الأحبة عبادة من الصامة من مذكراته الصحابي الأنصاري الصادق المجاهد الناصح الأمين أحد النقباء الاثنى عشر الذين بيعوا النبي صلى الله عليه وسلم هم العقبة له أحاديث عجيبة يمكن خمسة هي أصول من أصول الأحاديث يقول هنا يقول صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه لمريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة أدخله الله الجنة على مكان من العمل متفق عليه روح البخاري مسلم اسمع الحديث يا من يسمعون يقولها وبلغها الناس تدخل بها جنة النعيم إذا اعتقدتها من قا يقول صلى الله عليه وسلم من قا رشهد الله إلى الله وأني رسول الله وأن عيسى انظر هنا لأن النصارى جعل عيسى ابن الله تعالى الله عن ذلك وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل روح البخاري مسلم في مسائل أن هذه أصول التوحيد التي ذكرها صلى الله عليه وسلم أن في الحديث هذا فرقان بيننا وبين النصارى الذين كفروا وجعلوا ثالث ثلاثة على الله عما يقولون علوم كبيرة وجعلوا عيسى ابن الله تعالى الله عن ذلك قلوا الله أحد الله الصمد لم يرد ولم يرد ولم يرد ولم يكون لكم ورحد ومنها قال ادخله الله الجنة على ما كان من العمل يعني على ما كان من عمله من التقصير وفيها أن مصير الموحدين جنات النعيم وأن مجرد الذنوب لا يكفر بها الإنسان وأنه يرجى لمن أتى بالتوحيد أجر عظيم لأن يكفر الله عنه من الخطايا والسيئات والذنوب ومنها أن على الإنسان أن ينشر هذا في الناس لأن رسول الله سلم أعلنه إعلانا عاما للعالم ومنها أن ما أتى قبله صلى الله عليه وسلم مما يخالف دينه فقد نسخ صلى الله عليه وسلم الشرع التي قبله فليسع يهودي وليسع نصراني بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يتبع هذا النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم ومنها أن عيسى إنه عبد من عباد الله نبي مرسل عليه السلام وأنه ليس كلمة ألقها الله إلى مريم مروح منه وأنه ليس بثالث ثلاثة تعالى الله عن ذلك وليس بإبن الله لم يتخذ الله ولدا وما كان معنى من إله إذا لذهب كل إله مما خلق ولعنى بعضهم على بعض فتقدس الله وتبارك وتنزع عن ذلك ومنها حرص الصحابة على تبليغ هذا الدين فإن عباد حتى قبل سكرات الموت كان يبلغ مثل هذا الحديث وأمثاله للناس وصيتي لكم جميعا كل المسلمين الآن مكلفون بتبليغ الرسالة عن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ حديث حديثين ثلاثة أنت داعية ترى لا تقول أن تخصصي إعلام هندسة تجارة طب أنت تابع للنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية فبلغ حديث واحفظ حديث وقل حديث على الله أن ينجيك به وانظر إلى جلالة هذا الحديث يا أخي وسهولة من يأتي به ويتيقنه ويعتقده كيف يكونه من الأجر عند الله أن مصيره جنات النعيم وهو أبشركم أن غالب المسلمين على هذا والحمد لله أنه مشهد الله إلى الله وأنه محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أن أدخله الله الجنة على مكان من العمل ومن الأعمال ثوابه الجنة لم يمني النبي صلى الله عليه وسلم والله لا نقيم ولا نستقيم فرضي الله عنه وما رضاهم وجزاكم الله خير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم شكرا